وانتقالاً إلى عالم التكنولوجيا حيث أقرت عملاقة التكنولوجيا وعملاقة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستنافس تطبيق تيك توك من خلال ميزة جديدة على إنستجرام تدعى هذه الميزة ريلز ستمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو اللي هي المثل الستوري رح يكون مدتها 15 ثانية مع أيضاً حرية اختيار خلفية موسيقية مثل ما بنعرف على تيك توك طبعاً إنستجرام بدأت استغل حظر تيك توك في بعض الدول لتعزيز قوتها من خلال هذه الميزة ومن اللافت أيضاً أنه إنستجرام كانت قد أخذت فكرة الستوري من سنابتشات تقريباً بعام 2016 مما حقق نجاح جداً كان كبير لإنستجرام وشكل خطر على تطبيق سنابتشات وأكيد نحن رح نواكبكم أول بأول إمتى بتصير هذه الخاصية متوفرة تحديداً في الدول العربية ولكن من المتوقع تطبيقها الآن في أمريكا تحديداً في شهر أغسطس وبعدها رح يتم توزيع على خمسين من الدول حول العالم وبعدين إذا تم ثبات أنه نجاح هذه الميزة رح يتم توفرها في العالم بأكمله ترجمة نانسي قنقر